حد الإجابة عن السؤال السؤال اللي يوجهوله الصحفيين واللي يتعلق بما يروج حول صحة رئيس الجمهورية قيس سعيد التزم بالصمت رغم الحاح الصحفيين الشي لحل باب التأويلات نحكيه على التوينسا وإعلاميين لاحظوا في المدة الأخيرة منذ 23 مارس اللي تعدى غياب أنشطة الرئيس عن صفحة الرئيسة باستثناء خبر إقالة ويلي جيبس وقبل أيام ثرت وكالة نوفا لإيطاليا الجدل بعد ما تحدثت عن إلغاء الرئيس سعيد لقاء مبرمج مع المفاوض الأوروبي للاقتصاد من بعد زيد كيف كيف خل الناس تحكي أكثر بعد ما قام وزير الخارجي نبيل عمار باستلام نسخة من أوراق اعتماد السفير البرزيلي الجديد الشي اللي خل برشة الناس تحكي خاصة أن البروتوكول يقتضي أن يقوم سعيد بهذه المهمة الصمت خلى المجال واسع للإشعات والسيناريوات أمام غياب التفاعل الرسمي من مؤسسات الدولة الشي اللي خلى برشة الناس تتخوف وتتسائل أين رئيس الجمهورية قيس سعيد تقريبا 11 يوم حاتم الرئيس غايب عن الصورة بدأ الكلاب بشوية بعد كثر الكلاب وصارت الناس تتسائل أين الرئيس أين الرئيس وإشعات منا إشعات من غادي لليوم ما عنيش مصدر رسمي خرج قررنا راو الرئيس مرض ولا وعكة صحية ولا ما نعرفه حتى شيء أوفيسيال مو على الأقل خليني في جانب واحد التعاطي الإعلامي عليش شو لي كان يمنع أن نقوله الرئيس مثلاً مريض كما نمرض وإحنا لأكل وينتهي اللغة الرئيس بش يدخل مثلاً السبيتار بش يعمل عملية ولا بش يقعد سوء كونترول ما الذي يمنع هذا؟ عليش قاعدنا فيها اللغة ذاية وهذا يزيد ولي نسمع في إخبار رئيسنا من وكيلة درشنو الإيطالي نوفر هو أخذر في الاتصال حتى الصمت هو نوع من الاتصال هو نوع من طريقة اتصال الصمت أقولك لسيلانس في ديو بروي في السياسة مش في أمر يحتم أن المعلومة تكون عندي هو تعرف شنو اللي يزيد معناها معناها كبر لحكاية هو صمت وزير صحة ما نتصور وزير الصحة في حكومة اللي هو المسؤول الأول على الصحة واللي هو يعرف ما فماش واحد في تونس يعرف دوسي رئيس الجمهورية قد وزير صحة متاعه بتاع حكومته هذيك الجانب الأول واللي استنسنا به عنده اتصال ألو بوزيم الانتظارات متاعه ليه وان بلوس كي تخرج وانتي وزير صحة حسيتو كينو متفاجئ الوزير لو انتي تتنضي نورمال مو أنو أي ساحا في بيش يقول لك بربي شنو حويل سيد الرئيس يقال وكذا هنين على صحة الرئيس معناها وقته ومثلا كان قال لات هنينو الرئيس بخير ومشي كينيك وراو سيبون ولكن وقت اللي ما يجاوبش ويعطي بالظهر ويمشي تولي وقته ببين التأويل التتحل هو في البودي لانجوجي متاعه لا جواب معناها هو قال لا جواب لم يجب الحاجة الثانية رئيس الجمهورية أنا ديما يعلن عن حالة حرب ضد الفساد ضد الاحتكار ضد الذين يتأمرون على الدولة التونسية واللي حارب الواحد ميزمش يكون فيه نوع من صورة للضعف خاتر المرض هو نوع من الضعف دونك هو جو بانسوسي في ثقافة ثقافة الحكمية يزم يكون ألقاء الدماء على استعداد متأهب وفي صحة جيدة دونك يظهرني هذية أكثر من الفرضية الأولى هذية حاسب رأي شخصية هي رأي بينصير مش معلومة هذية ولكن ما نلقلوش تفسير أنا ما نلقلوش تفسير المرض حاجة ربي والرئيس إنسان والإعلامي إنسان وكلنا عباد مخلوقين نمرضوا ونبراء ونمرضوا ونبراء دونك علش هالمعلومة تم تغييب أو فتح بيب تأويلات ومنحبش ندخل نحكي في اللي صاير في الفيسبوك هذا كنتيجة للصمت أنا ما نحبش ندخل نحكي فيه اللي صاير في الفيسبوك أنا مش حتى في عركة سياسية نبعتها نرجع نعلق على صديقنا وسيمي قال وربي يخف عليه معناها الدرجة الشماتة اللي شفتها وسيمي قال والإشعاد ناس كل قرأت الأخبار شاد ربي يفرج عليه بسبب لتيج متاع فلوس بينه ما بين قناتة نحن 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 نح